ضم الضفة الغربية حلم لا طالما رود إسرائيل سعت إلى تحقيقه منذ عام 1948 في سبيل تحقيق الحلم غير المشروع سعت تل أبيب وبكل الطرق غير المشروعة لضم جوهرة فلسطين كما يطلق عليها الاحتلال بدءا من بناء المستوطنات في القلب منها ومرورا بتهجير أصحاب الأرض منها ومن منازلهم ووصولا لإرهاب من تبقى بهجمات المستوطنين المسلحين عليهم ولكن السؤال كيف بدأت إسرائيل حلمها الاستيطاني تاريخيا كانت الضفة الغربية خالية تماما من المستوطنات حتى عدوان الخامس من يونيو عام 1967 وبعد العدوان الإسرائيلي شرعت إسرائيل في بناء العديد من المستوطنات حتى وصل عددها إلى 176 مستوطنة و 186 بؤرة استيطانية وفقا للإحصاءات الرسمية حتى نوفمبر من العام 2023 إلا أن هذا العدد زاد خلال الفترة التالية بعد سلسلة من القرارات الاستيطانية وبحسب اتفاقية أوسلو في سبتمبر عام 1993 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فإن المستوطنات الإسرائيلية جميعها تقع ضمن المنطقة جيم الخاضعة لسيطرة الاحتلال والتي يستوطن بها أكثر من مليون إسرائيلي إذ تقع أغلب المستوطنات على ثلاثة محاور هي المحور الشرقي أو ما يعرف باسم غور الأردن والمحور الغربي المحاذي لخط الهدنة وكذلك محور أرئيل أو ما يعرف باسم عابر السامرة فما هي أبرز هذه المستوطنات التي تقع في الضفة الغربية؟ تصنف مستوطنة مدعين عيليت الإسرائيلية كما نتابع كإحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية إذ يرجع تاريخها إلى عام 1994 وتقع غرب الضفة الغربية يقتنها نحو خمسين ألف مستوطن إسرائيلي من اليهود المتشددين أو ما يعرف باسم الحردين وتقع على الطريق بين القدس المحتلة وتل أبيب مستوطنة أخرى للاحتلال في الضفة الغربية هي مستوطنة معالي أدوميم تلك المستوطنة التي يعود تاريخ بنائها إلى سبعينيات القرن الماضي تحتل معالي أدوميم المرتبة الثالثة من حيث حجم السكان بعد مستوطنة بيتار عيليت ومدعين عيليت إذ يبلغ عدد مستوطنيها ما يزيد على أربعين ألف مستوطن إسرائيلي كما أنها تصنف كأعنف المستوطنات الإسرائيلية بيتار عيليت هي إحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية الموجودة أيضا داخل الأراضي المحتلة بالضفة الغربية إذ يعود تاريخ إنشائها إلى ثمانينيات القرن الماضي وتقع شمالية الضفة الغربية على بعد نحو عشرة كيلو مترات من القدس المحتلة يقتن هذه المستوطنة أكثر من ستين ألف إسرائيلي أغلبهم من المتشددين دينيا مستوطنة أرئيل التي نتابع الآن عبر الشاشة والمعروفة أيضا باسم العاصمة لدى المستوطنين هي أيضا إحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إذ يعود تاريخ إنشائها إلى النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي هذه المستوطنة يقتنها أكثر من ثلاثين ألف مستوطن وينظر إليها المستوطنون الإسرائيليون على أنها عاصمة الضفة الغربية المحتلة طبعا حسب زعمهم لما تمثل لها من مكانة سياسية ولا يتوقف الاستطان عند ابتلاع الأرض في الضفة الغربية المحتلة لكن المستوطنين يعتبرون أكثر الإسرائيليين وهم يعتبرون أيضا أكثر الإسرائيليين تطرفا وعنفا وتسليحا ومنهم جماعات مثل دفع الثمن وجماعات فتيان التلال الذين يهاجمون مزارع وبيوت الفلسطينيين بالقرى التي بنيت في هذه المستوطنات على بعض من أراضيها وتهدف هذه المستوطنات الإسرائيلية إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية وبين أهلهم بعضهم البعض كذلك تهدف لخلق جدار أمني بين الفلسطينيين وبين المستوطنين الإسرائيليين داخل خط الهدنة هذا فضلا طبعا عن تجزئة الأراضي الفلسطينية وإعاقة التواصل الجغرافي مستوطنات إسرائيلية لم تأتي عبثا بل وضعت ضمن خطط مدروسة بعناية لتحقيق الأهداف والمطامع الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية مستوطنات مهما زادت وتوسعت إلى أنها لن تمحو التاريخ ولن تقتلع الجذورة فأصحاب الحق والقضية هم الفلسطينيين حتى من أكبر على المغادرة سيعود يوما وإنه دمت الدار فمفتاحها موروث محفوظ جيلا بعد جيل ترجمة نانسي قنقر